أربعة تلاف وخمسمائة قرية مفتحدفة في تطويرهم تخيلوا حضراتكم ملايين المصريين تمانية وخمسين مليون مصري بيعيشوا في هذه القرى مستهدفين بالتطوير مبادرة حياة كريمة بنشوف متابعة تقريبا يومية أو حتى اسبوعية من الرئيس نفسه بشكل شخصي بتدخل بيتابع في هذا الأمر وبيتابع كل حاجة بتحصل فيه رئيس مجلس الوزراء كل معنين متابعين هذا الأمر وكان لنا لقاء الحياة كنا تشرفنا به من شهر مع دكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج والمعنى بالتنفيذ خصوصا يعني في سعيد مصر وشوفنا كلام حلو جدا وصورنا وانزلنا نهاردة دكتور هشام الهلباوي مشرفنا بنرحب به دكتور هشام الهلباوي ومدير برنامج التنمية المحلية بسعيد مصر المشرف على مشروع تطوير الريف المصري بزرعة تنمية المحلية دكتور هشام أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك عمري بي أهلا بحضرتك مجهود عظيم الحقيقة وانزلنا وصورنا ويعني تطوير شامل للقرى أرجو حركة تقول لنا وصلنا لفين إيه اللي تم حتى الآن في المرحلة الأولى في الحقيقة أنا سعيد باللقاء مع حضرتك ويوم عن يوم الدنيا بتفرق كتير الدعم السياسي اللي حضرتك كنت لسه بتعرضه ريز تقريبا إسبوعيا آخر لقاء كان الحد اللي فات بيتابع بشكل دوري اللي بيحصل بيزلل كل العقبات كمان دولة رئيس الوزراء تقريبا في اجتماع كل أسبوع السادة الوزراء ووزير التنمية المحلية مع المحافظين تقريبا إحنا طول كل يوم فيه متابعة لده وفيه زيارات ميدانية الحقيقة إذا كان الحضرتك بتقول هو برنامج شامل هو برنامج شامل فعلا كل حكومة مصر بتشتغل عليه مش وزارة واحدة ولا جهة واحدة كمان الجمعيات الأهلية والناس السكان نفسهم في ريف قد إيه فيه فرحة وفيه ثقة وفيه أمل وفيه مشاركة ففي الحقيقة خليني أقول له حضرتك أن الأسبوع اللي فاتوا دول احنا بدأنا نشوف حاجات على الأرض زي ما كنا بتكلم مع حضرتك قبل اللقاء أن مثلا دولة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية كانوا في زيارة العشمة في المنوفية السبت اللي فات الدنيا بدأت الغاز بيشتغل والصرف الصحي بيشتغل على نفس الحفر شغالين المدرسة بدأت تظهر المشروعات بدأت تبان على الأرض وده قد سيقة كبيرة للناس بسرعة قوي في أقل لسه ما أعلنش الافتتاح الرسمي اللقاء الرسمي أو الإطلاق الرسمي ومع ذلك الحمد لله بدأ التنفيذ على الأرض سواء من الهية الأندسية أو وزارة الإسكان وده ده الناس ثقة كبيرة جدا وأمل في اللي بيحصل بس الموضوع مش سهل الموضوع صعب ومحدش كان متخيل اتخاذ هذا القرار من القيادة السياسية بالحجم ده من التمويل وبالحجم ده من الشغل كمان أربعة تلاف وخمس وبيت قرية يعني كفر عشمة اللي قدامنا دلوقتي على الهوى بتدخلوا القرية بتعملوا إيه؟ يعني مثلا أنتم عارفين قلاص حددته رحين كفر عشمة هنطور القرية دي ندي صورة للسادة المشاهدين اللي بعيد خالص عن الأماكن والقرى دي نقولهم إيه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل في القرية في الأول إن إحنا عندنا الحمد لله بقى عندنا بيانات دلوقتي موجودة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي ووزارة تنمية المحلية دقيقة جدا عن إيه الوضع الراهل في القرية لأنه هو ده اللي انت بتنطلق منه مفيش قرية في مصر زي التاني كل قرية مختلفة في إيه اللي فيها وفيه احتياجاتها كمان فإحنا بنبتدي عندنا خريطة فيها كل توزيح السكان ونسب البطالة ونسب الأسرة اللي بتاع لها امرأة وإيه الخدمات اللي موجودة وتوزيحها وإيه اللي ناقص بنبتدي ننزل للقيادات التنفيذية عشان يقولولنا إيه اللي محتاجة القرية يعني مثلا إحنا هنا في كافر عشمة شفنا حد أعتقد من الوزارة من عندكم التنمية المحلية قاعد مع المواطنين بيسألهم أعتقد يعني إيه الأسئلة اللي بتتم يعني مثلا ده مثلا شكل مركز البريد واضح إنه ما كانش فيه مركز بريد مثلا في القرية يعني بيقولوله إيه بيسألهم إيه بيشوف إيه طلباتهم مثلا فبالتالي بيتم إدراجها البداية الأول إنك تبقى عندك الصورة دي وبعدين تبتدي تسأل الناس هم احتياجاتهم يحسين إيه اللي ناقص القرية ولو إحنا عملنا ده إيه اللي هيضغية وهيشاركوا إزاي معنا ومين القيادات اللي تقدر منهم عشان مش هنقدر نشر كل الناس مرة واحدة هيقدروا يشتغلوا معنا فبنبتدي نحط لستة من الاحتياجات لستة دي جاي المرأة لها احتياجات مختلفة عن الرجل عن الشباب فبقى عندنا اللي ستدي من الاحتياجات بعد كده مش سهل سوفينه بيدون في الكاشكول بزبط بيحط الاحتياجات دي وبعدين بنيجي بقى القصة قصة التغطيط عايزة يكون في معايير فبناخد احتياجات الناس وبناخد شكل القرية إيه وإحنا عايزين نوصل إيه إحنا شايفين إن كل قرية مثلا أو كل وحدة معلية قروية في مدار لازم يكون في مدرسة ابتدائي ومدرسة تعليم أساسي ده بالبداية ولازم الكسافة ما تزيدش عن 40 فبنشوف الوضع ده الكسافة لأنها زيدة عن 40 والناس طلب مدرسة بنبتدي نقول المدرسة هتتعامل هنا للتعليم الأساسي نبتدي لو عدد سكان القاري أكبر من 10 تلافي بقى هنعمل مدرسة سانوية ساعات بيبقى في مشكلة في إيجاد قطعة أرض لبناء مدرسة بتعمله إيه ساعاتها؟ عملت لنا مشاكل بس عملت لنا حلول يعني أنا بقول هتكتب بعد كده لدول تانية زي مجاهات كتيرة بتتصل بينا تشوف احنا عملنا ده ازاي ترجمة نانسي قنقر